الاهلي يحتوي الزمالك في الشروط الثاني ويكتفي برباعية مقابل هدف واحد في ليلة الاحتفال بدرع الدوري كابتن شريف الف مبروك مبروك ليلة ولا اروع اه طبعا الحمد لله دي بطولة الوحدة الحمد لله مبروك بطولة الدوري عدم حد لوقتي الحمد لله ولا خسارة ولا هزيمة بتأكد النهاردة برباعية كبيرة جدا لعبة النادل الالي في هدوء تام انه مهمة الكلاسيكو باربع اهداف في هدوء الحمد لله رب العالمين اهلي موفق النهاردة اهداف ولا اروع ولا اجمل دايما بنتطلع للبطولاتة ولكن هذه بطولة خاصة بطولة الجماهير خلينا نرحب بالكابتن ناصر عباس علشان اللي حصل الاشتوذي التاني نرحب به فرد تاني يا كابتن ناصر تحاتي كابتن العيمة تحاتي لكل مشاهدي قناة الادلال في كل مكان تحاتي لكل مجموع كبار كابتن شريف عبماني عام كابتن عناب يهوب وكابتن قصام عربي وكابتن عادل أبراحمر مبروك للنادل الاهلي الفرحة حلوة وجميلة الحمد لله ولكن زي ما قلنا احنا التحكيم هو التحكيم نتكلم في التحكيم يا كابتن ايمن بدون مجاملة هو النادل الاهلي اليوم ده حل مشاكل كتيرة جدا للتحكيم بسبب النتيجة والأداء ولكن مش كل مرة يا كابتن ايمن ممكن يحصل الكلام ده أخطأ خطأ في الشوط الأولاني ركل الجزاء الصحيحة لم تحتسب لإحسين الشحات مع طرد لاعب نادي الزمالك للفرصة المحقق كابتن شريف دي حالة الغريب ان الحالة دي كانت في ديئة 29.5 اتعادت في ديئة 43.40 او انا مش هقول كلام ورسل ولكن هنجيب الحالة بس لما أتكلم بصفة عام انا مبلعبش عن نتيجة كابتن ايمن انا كحاكم صح كابتن شريف كابتن اسامة انا كحاكم مليش علاقة بالنتيجة خالص هو تأثر بالنتيجة كابتن ماذا لو النهاردة الفرقة اي فرقة قربت النتيجة قربت انتك حاكم هدير ده التعاوض اللي فات خلاص الكرار ما بتاخدوش بتحصل مشكلة انا مش عادي ضايع فرحة النادي لأهل النهاردة ولكن حاجات مهمة جدا يجب على تقم التحكيم النهاردة يشوف هذه اللقطات ويراجحها مع نفسه تجبت الحاكم في ركلة جزاء الزمالك وتزبقها مخالف فين الابي بي صح فين معايا كابتن اسامة حنجبها ما بقولش كلام مرسى كابتن شريف ولكن خطائنا النهاردة اعتقد خطائنا ما كانش نتيجة جاد كده النهاردة كان هو بقى مؤسسنين في نتيجة خلين نيجي لحسن الشحات حمع الغالد هنا بص يا كابتن هرجع تاني ايه يا كابتن شريف اي لمسة يا كابتن اي لمسة في الوضع ده ضرب الجزاء كابتن عشان يسهلها لك القانون بيقول اي لمسة لعب مواجه الجون وزاي حسن الشحات في الوضع ده ده شدد من الفانيلا كمان واضحة جدا اي لمسة يا كابتن ضرب الجزاء كابتن ايما هقول حاجة مهمة نختلف في المخالفة في عرقالة في تنافس ولكن الشد شد تشيرت هنا بتوضح هنا نرجع تاني معلش تسمحني عشان مسلا انا قوليكي تشد قد ايه في اسرار نشوف هنا ادي شد ودي شد انا كيراجل مهاجم رايح بكورتي بسرعتي هنا الشد ده يا كابتن في السرعة دية اي شد ليا لازم ليقوله اخترى توازن انا بسأل سؤال اين الفار في هذه الحالة هنا راكل الجزاء صحيحة مليون في المية انا مش مفعل الحاجة ولكن لما انا بستغرب ان هذه الحالة اولا ما تعددش في ساعتها ثانيا فين الفار الفار عنده اللقطة اللي هي الشد واضح حسين الشحات رايح تماما مواجه تجاه عام صحيحة الفرصة المحقاقة تمركز مدفعين راكل الجزاء وطارد محمى الغني في الدقيقة تسعة وعشرين ونص دي واحد مفضح ونفسه من نار دي واحد تعال نروح لراكلة الجزاء اللي ازا ماك حسبها للماني حسبها نشوفها جدا خلاص الشد واضح هنا خلاص وعارفين ان هنا راكل الجزاء لم تحتسب بنا ما حسبش والفار ما حسبش هنا في لعبة مهمة جدا جدا احنا قلنا اي راكل الجزاء او اي هدف بييجيش يا اسامة هنا في حاجة اسمها مراجعة الهدف او راكلة الجزاء نشوف الحل اللي جاية دي هل في مخالفة لعب منعم ولا لا لان انا نهار دا كحاكم فار قبل يجيب راكل الجزاء بجيب اللعبة الهدف اللي حدث مع محمد عب منعم في اللعبة هنا نشوف الجزيري هنا نشوف هنا الجزيري هنا وعب منعم فوق تشد من اليد تشد من اليد بص كد بص 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 تشد تشد وانا اطلع فوق في الهواء اي شد في التشيرت برضو يكون توازنه اختلاف توازن او اختلال توازن هنا كان يجب على الظهار هنا قبل ما تحسب راكل الجزاء على الظهار بتجيب تقول له هنا كان فيه مخالفة هنا الأول وتجيب له راكلة الجزاء لما تيجي توريله اللعبة توريله دي وتوريله اللعبة كاملة هو يقتنع بقى يا كابت الشريف هو يقتنع متفقين أنا وإنت وإحنا بنتفرض ليس كلام ولكن أنا شايف أن هنا راكلة الجزاء غير صحيحة كان هناك مخالفة تصبق راكلة الجزاء من الجزيري ضد محمد بنعم والأهل لي راكلة الجزاء لم تحتسب بالنسبة 100% عشان كده ربنا بكرمنا بواسع يعني باربع أهداف وخمس أهداف الحكاة مش كده يعني اعمل اللي انت عايزه أنا بقول لكابتن أيمن في ربنا كابتن كابتن غندور في ربنا أنا مش عاوز زايع فرحة نادل آهل النهاردة كسب الحمد للاربعة واحد ولكن أخطاء لازم نقف عندها وزي ما قلت أنا كحكم مش هقدر أعوض اللي بخطأه يعني النهاردة لو نتيجة قربت كنت أنا كحكم مسؤول آه نادل آهل النهاردة حليلك مشاكل والنتيجة وسعت وحنقول القطاء مش مؤثرة ولكن لا مؤثرة لأن كان ممكن قوي أن نادي الزا مالك يقرب أو أي نادي بلاعد نادي الأهل يقرب عندنا راكل الجزاء لم تحتسب ورحة جدا والفور ما كان بشي الحكم وعندنا راكل الجزاء محتسبة غير صحيحة نتيجة المخالفة موجودة من الجزيرة تب محمد لا هي خلي بالحضر لك كابتن هي أثرت على النتيجة برضو يعني هي أثرت ما أثرت على نتيجة المباراة مش على وضع المباراة أن الأهل يكسب الحمد لله بس أثرت على نتيجة المباراة يعني بدل ما يخش فينا جول كان ممكن يبقى خمسية بص يا كابتن مش مش أربعة واحد كان ممكن تبقى النتيجة خمسة صف تاني يا كابتن أيمان أنا النهاردة لبننا يا بننا النهاردة لو أنت حسب راكل الجزاء بتحسين الشحات وما كانش فيهم خلف ما فيش مشكلة وعبغاني كارت أحمر إحنا جماعة كحكام مناش عركة بالنتيجة وإحنا دايماً إحنا قلنا مع الحكام ومع لجنة الحكام في أي وضع ولكن ما يكون فيه أخطاء لابدنا أن نطلع أن نقولها تاني كابتن مش عاوز أباوز الفرحة ولكن مبروك لني نادل أهلي على الفوز وعلى أداء ونتيجة وأرجو من الحكام إن هي تشاهد هذه اللقطتين لأن لقتهم فيه كلام كتير جداً كابتن أيمان طبعاً عندنا حالات كتيرة ولكن النهاردة بنقول نسيب الجمهور ومسيب حدودك وليستودو يفرحوا بيه المباراة ويفرحوا بيه ربنا يا خليك كابتن شكراً جزيلاً أمتعتنا طبعاً كالعادة بس أخطاء التحكيم أثرت على نتيجة المباراة أكيد أنا ما زلت عند رأي أكيد يعني بدأ ما تطلع بخماسية نظيفة أربعة واحد والواحد كمان ما يستهدوش لا وحاجة تانية كابتن أنت بقى لك حداشر مباراة ما دخلش فيه جول دخل فيك هدف النهار ده بواسط أمروك لكابتن الناد الأهلي ومزيد من الانتصارات لكل المنتخب والناد الأهلي ونتماني طبعاً نشوف تحكيم في فترة جاية فات أفضل بعيدة عن النتائج وبعيدة عن أي شيء أنا كحاكم النهار ده لو عملت لعبيت اندولت كنت أطلع أخذ إعلامة كاملة صحيح شكراً لكابتن ناصر أمتعتنا كعادتك دائماً شكراً فاصل نلجح نكمل كلامنا معك